حثت معالي سارة الأمير وزيرة التربية والتعليم الكوادر التربوية على ترجمة رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى واقع ملموس في الميدان التربوية واعتبارها موجهات عمل وبوصلة تقود جهودهم على مدار العام الدراسية وذلك لما فيها من قيم وأولويات تربوية جاء ذلك خلال تفقد معاليها سير العملية التعليمية اليوم تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد عبر زيارة العديد من المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة وتأتي جولة معاليها في إطار حرصي على الوقوف بشكل مباشر على كافة الاستعدادات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترات الماضية وخلال جولتها تفقدت معاليها الفصول الدراسية وطلعت على البرامج الترحيبية التي تنظمها المدارس ضمن حملة من طالب إلى قائد والتي أطلقتها الوزارة وتتضمن العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والتراثية والإثرائية المتنوعة الرامية إلى تكامل أدوار مختلف مكونات المجتمع التربوية لدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية ترجمة نانسي قنقر